انا عملت مبادرة من الاسبوعين اللي فاتوا علشان نلاقي حلول ما نعودش نشتكيه بس وده علشان انا مقتنعة ان انا كست بيت لازم يكون عندي حلول وحنا يا جماعة عدت علينا ظروف اصعب من كده كتير جدا وعدناه ودي سنة الحياة زي ما انتو عارفين يوم حل ويوم مر واللي بيفرق واحدة عن واحدة انها ازاي تطلع بيتها من الوضع بقى قل خساير عموما انا كاعدتي ما بحبش ابص لنص الكباية الفاضي وزاي ما انتو شايفين طول الوقت مسكة الابرة والكروشيه ما بيعودش فاضي لان اليومين دول الدنيا بتتغير وما ينفعش حد يعد فاضي انا عارفة ان احنا كلنا بنواجه مشكلة في الغلق بس لو فضلنا بقى نقول ان في مشكلة للمشكلة هتتحل ولا احنا هنتحرق الحل ايه بقى طول الوقت ان احنا نلاقي بدايل وحلول انا مبسوطة جدا ان في ناس كتير منكو اتفعلوا معايا وكتبوا تعليقات فيها حلول وانا الفترة اللي جاية هاخد من تعليقاتكو واعمل حلقات علشان كلنا كستات بيوت نستفاد الحلول دي بقى هتبقى عبارة عن ايه اكلات موفرة نصايح اقتصادية لادارة مصروف البيت بدايل لمنتجات غالية كنا بنستعملها وافكار لمشاريع ينفع تعمليها من البيت وكل دا ليه علشان محتاجين نبقى ايجابيين ونلاقي حلول